من جبل الزيتون الذي يطل على البلد القديمة أورشليم القدس رح أتكلم عن العشاء الأخير العشاء الأخير طبعاً كل شيء كان بيسير بحسب ترتيب إلهي بمشورة الله المحتومة كان يسوع مع التلاميذ في بيت عنية من الجهة الأخرى من جبل الزيتون وطلب من تلاميذه أن يروحوا للبلدة لأنه يكون أسهل الوضع من أن يكون خارج المدينة يحتفل مع التلاميذ في العشاء الأخير وفعلاً ذهبوا وشافوا رجل حامل جرة وراحوا للعلية للبيت وين مكان العشاء الأخير هذه المنطقة جميلة جداً بحيث أينما نظرت وينما تطلعت سواء من جبل صهيون الجميل في رأس الجبل مكان العلية أو البلدة القديمة بلدة أور شليم القدس وخلي بالك أنه كانت أيام الفصح هذا يعني أنه مئات الآلاف من الحجاج من السياح اللي جاءوا حتى يحتفلوا بواحد من أهم الأعياد اليهودية ألا هو عيد الفصح فالرب يسوع استخدم عيد الفصح حتى يأخذ العشاء الأخير لكي يكون فصحنا فدعونا أحبائي ندرس مع بعض عن العشاء الأخير وسأعود بعد هذا الفاصل يسوع المسيح كان بيتكلم عن الساعة وطبعاً وهو قادم إلى أور شليم مكتوب ثبت وجهه نحو أور شليم لابد أن يتمم المكتوب وهذه خطة الله في مشورة الله المحتومة أن المسيح جاء إلى أور شليم لكي يموت على الصليب ويقوم من بين الأموات ويوم الخميس كانت تعتبر الساعات الأخيرة ليسوع المسيح مع التلميذ حتى يتناولوا الفصح بعضهم مع بعض والمسيح أعد هذا الشيء قبل طبعاً قبل ما يصلوا إلى المكان طلب من تلميذ ومن تلميذي أنه يروحوا وهنا راحين راح يشوفوا رجل حامل جرة مي طبعاً رجل يحمل جرة مي كانت أعلامة لأنه في القولشر في تلك الأيام هذه كانت من عادة النساء أنه يحملوا الأجرار أجرار المياه على الرأس أو الكتف ولكن كانت أعلامة وبتتبعوا وبتصلوا للعلية وهناك الشخص المسؤول الرجل البيت بيكون محضر محضر يعني بيكون منظف البيت حتى لا تكون أي فتات من أي لأنه ليس لازم يكون أي نوع خمير لازم يكون نظيف على الآخر وبنفس الوقت يحضر كل الإعدادات اللي بيتناولوها بالفصح يسوع المسيح اعتاد أن يذهب إلى أورشاليم يذهب إلى أورشاليم في أعياد اليهود التلاتة الرئيسية وأهم عيد يعتبر عيد الفصح فالفصح هو أول الثلاث أعياد الكبيرة عند اليهود بيبتدأ طبعا عند الغروب في 14 أفيف أفيف يعني الربيع هذا إما بيكون شهر آذار أو شهر نيسان يعني شهر مارس أو شهر أبريل في هذا التوقيت عادة بييجي فصح اليهود وهذا الفصح بيذكرهم خروج شعب إسرائيل من أرض العبودية من أرض مصر إلى أرض كنعان وطبعا الخروج كان له مواصفات بحسب سفر الخروج إصحاح 12 إنه كل بيت وأحيانا أكتر من بيت لازم يجيبوا خروف بلا عيب وكان لازم يدبحوا الخروف ومن خلال الزوفة بيغمصوا أو في الدم وكان بيدهنوا أو بيرشوا الدم على القائمتين والعتبة العليا يعني كان بيرشوه على الأبواب حتى لا يأتي الملاك المهلك اللي أهلك أبكار المصريين حتى يكون حماية على شعب إسرائيل من الضربة الأخيرة من الضربات العشر ضد مصر فيقول الكتاب المقدس أرى الدم فأعبر عنكم فإذن هذا العيد كان بيحتفله فيه مثل هذه الأيام اللي أنا فيها في الأراضي المقدسة في أيام الربيع بيحتفله وطبعا مع الخروف لازم يتناولوا هون في شيء اسمه ماتسة أو المصة اللي هي الخبز الغير مختمر ما فيوش أي خمير لأنه كان المفروض الخروج لازم بسرعة الأحقاء ممنطقة لابسين الأحذي جاهزين يعني بيشووا الخروف بيأكلوه بسرعة حتى يتركوا مصر ويخرجوا من أرض العبودية أرض مصر وهذا كان طبعا عادة يهودية أنه الأولاد يسألوا الآباء ليه إحنا منعيد عيد الفصح فبيذكروا الغرض من الفصح حتى يعني يضلوا في ذاكرتهم كل الوقت أنهم يحتفلوا بخروجهم من أرض العبودية إلى أرض الحرية إلى أرض كنعان فالمسيح طلب من التلاميذ إعداد الفصح وشافوا الرجل اللي حامل الجرة وتبعوه للبيت وطبعا جاءوا مع يسوع المسيح وعادة بيجلسوا على الأرض في مساند هيك زي مخدات معينة وفي طاولة بتكون على الأرض وبيكونوا كلهم قريبين بعضهم من بعض يحنى اللي اتكأ على صدر يسوع كان قريب منه بطرس مقابله وعلى الأرجح يهوذة كان قريب من الجهة الأخرى من يسوع لأنه المسيح تكلم عن خيانة يهوذة الذي يغمس في الصحن معه وكانوا حول بعض هذا الجلوس هو عبارة عن ذكرى عبارة عن احتفال عبارة عن تناول وجبة الفصح أحدهم مع الآخر